فتاة صالحة تقية تراقب الله في كل تصرفاتها رزقها الله بزوج صالح وأنجبت منه طفلة جميلة كانت تعلمها تعاليم الإسلام ودائما تدعو الله أن يحفظها ويتولاها توفيت الأم الصالحة وبعد عام تزوج الأب من فتاة أخرى لتقوم بتربية ابنته التي يحبها كثيرا كما كان يحب أمها وكان حبه لابنته وذكره لزوجته يغضب زوجته الجديدة خاصة بعدما أنجبت هي الأخرى طفلة منه وتوقعت أن يهتم بطفلتهما وينسى ابنته إلا أنه كان يعتني بابنته عناية فائقة ويحنو عليها وحاولت بشتى الوسائل أن تصرفه عن ذلك فلم تنجح فبيتت زوجة الأب مكرا لهذه الطفلة وقالت سأدللها حتى تصبح بل هاء جاهلة بكل شيء لا تحسن عملا أو طبخا ولا أي شيء تحتاجه الأنثى في بيتها وكان الأب فرحا من معاملتها لابنته لأنها كانت تدللها كما يظن حتى إذا كانوا على مائدة الطعام والتفتت الإبنة إلى الماء ملأت زوجة الأب الكأس بيديها لتسقيها ولكن بفضل الله ودعاء أمها الصالحة كانت الإبنة ذكية وناجحة في جميع الدروس وكلما كانت زوجة أبيها تبغض إليها المذاكرة وتوهمها أنها مرهقة لتنام كانت الإبنة تذاكر ومن المتفوقات دائما وبعد تخرجها من الجامعة جاءها الخاطب ففرحت زوجة الأبي وأقنعت أباها أن يزوجها وفي عقلها أن ابنة زوجها ستفشل لأنها لا تعلم من أمور إدارة البيت شيئا ولكن عناية الله ثم دعاء أمها لها وفقها لزوج صالح لقد تزوجت من يحبها ويخاف عليها ويهيئ لها كل وسائل الراحة فالخدم يملؤون البيت وأمرها ينفذ قبل أن تنطق به فكانت عيشتها كلها سعادة مما زاد في غيظ زوجة الأب وملأ قلبها حسرا وبعد سنتين تزوجت ابنتها وكان زوجها رجلا قاسيا سبابا بخيلا عبوسا لقد أرادت زوجة الأبي أن تقتل هذه البنت المسكينة وتجعلها بل هاء لا تعلم من أمور الحياة شيئا ولكن الله عز وجل أراد بهذه البنت خيرا فحماها من كيد زوجة أبيها ورزقها بزوج يحبها ويرعاها بينما طلقت ابنتها بعد أشهر قليلة من زوجها وعندما استمعت زوجة الأبي إلى كتاب الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تابت إلى الله واستغفرته وفوجئت بابنة زوجها تأتي لزيارتها وتعرض على أختها الزواج من شقيق زوجها ففرحت الأخت وفرحت زوجة الأب وحمدت الله على حسن تدبيره وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أرملة فقيرة تعيش مع ابنها الصغير في حجرة صغيرة وكانت تترك فرضا ودائما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاتها فلما كبر ابنها وأصبح صبية أردت أن تحفظه القرآن لينفعه وعندما سألت عن أفضل شيخ يعلم ابنها القرآن عرفت أنه يسكن في قرية مجاورة فجهزت ابنها وطلبت منه أن يرحل إلى تلك القرية ويذهب إلى منزل الشيخ ويطلب منه أن يعلمه القرآن وعندما ذهب الصبي إلى منزل الشيخ وطرق الباب خرج الشيخ للصبي وسأله عما يريد وعلم أنه يريد حفظ القرآن على يديه فأخبره الشيخ أنه لا يعمل مجانا ويجب أولا أن يأخذ أموالا مقابل تعليمه فأخبره الصبي أنه يتيم ووالدته فقيرة لا تملك أموالا فعرض عليه الشيخ أن يعمل لديه لفترة وفي المقابل سوف يحفظه القرآن ففكر الصبي قليلا وقال للشيخ سوف أذهب لأخبر أمي أولا بهذا الأمر ثم أعود إليك سار الصبي عائدا إلى قريته حتى أتى موعد صلاة العشاء وهو ما زال في الطريق فدخل مسجدا وصل العشاء ثم تابع السير وعندما تعب جلس بجوار شجرة وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته له أمه كثيرا من جعل عبادته الصلاة علي قضى الله له حاجة الدنيا والآخرة فظل يصلي على النبي حتى غلبه النعاس فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وسأله عن وجهته فأجاب الصبي أنه كان يريد حفظ القرآن على يد الشيخ لكنه رفض لأنه لا يملك ماله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية اذهب فقل له أن يحفظك القرآن وإذا سألك عن المال فقل له زمرا زمرا استيقظ الفتى وكان موعد أذان الفجر فصلاه ثم ذهب إلى منزل الشيخ وطرق الباب فخرج له الشيخ وسأله هل أتيت بالمال فقال له الصبي لا لقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتاني في المنام وأمرني أن أعود إليك وأطلب منك أن تحفظني القرآن وأقول لك زمرا زمرا بك الشيخ وقال للصبي هيا لأحفظك كتاب الله تعجب الصبي وعندما سأل الشيخ ما معنى زمرا زمرا قال له عندما كنت في سنك كنت دائما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية فسألته كيف يدخل أهل القرآن الجنة يا رسول الله فقال لي يدخلونها زمرا زمرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صاحب محل لبيع الملابس عرف ببخله الشديد وعدم الرفق مع البسطاء من زبائنه حتى أنه لا يخرج زكاة لماله ولا يشفق على أرملة ولا يتيم غضب هذا البخيل غضبا شديدا بعدما ظل أكثر من أسبوع لا يدخل محله إنسان بينما كان يشاهد جميع المحلات المختلفة في نفس منطقة محله مزدحمة بالزبائن فذهب ولأول مرة إلى مطعم بالقرب من محله لشراء وجبة الغداء وأثناء انتظاره شاهد رجلا فقيرا يسأل صاحب المطعم عن ثمن الدجاجة المطهية وعندما علم سعرها حزن لأنها تساوي ضعف ما معه ثم سأل صاحب المطعم هامسة ألا توجد دجاجة أصغر وأقل في السعر؟ أخرج صاحب المطعم هاتفه ليرد على مكالمة وأشار للرجل الفقير وهو يبتسم أن ينتظره ويطمئنه والسرور على وجهه وبعد دقيقة انتهت المكالمة وإذا بصاحب المطعم يقول الحمد لله يا رب على هذه النعمة وهذا الفضل ثم أحضر دجاجتين كبيرتين مشويتين وقدمهما للرجل وقال له ما أجمل هذا الوجه لقد رزقني الله بولدين توأمين وهتان الدجاجتان هدية مني لك يا صاحب الوجه البشوش أخذ الرجل الفقير الهدية وفرح بها ودعا له ولأسرته بالخير لدقائق ثم خرج من عنده في غاية السعادة وهنا اقترب الرجل البخيل من صاحب المطعم ليبارك له على قدوم التوأمين ففجأ بصاحب المطعم يقول له وهو يبتسم لم يتصل بي أحد ولكني فكرت في طريقة أساعد بها الرجل لأنه يحتاج طعاما لأسرته ويقف في خجل لضيق ذات اليد فاستخدمت هذه الحيلة كي أحافظ له على ماء وجهه ولا يشعر بأني أتصدق عليها فبالتصدق وبدعاء مثل هؤلاء يرزقنا الله أما البخل فقد حذرنا الله منه ومن عواقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وللأسف فإن البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء وقف الرجل البخيل في حيرة وحزن وشعر أن صاحب المطعم يقصده هو وبعد لحظات أفاق وبكى وعاد إلى محله وهو يستغفر الله ويتوب إليه ويعاهده أن يتصدق ويجود بكرمه على الفقراء والمحتاجين لينال رضا الله ويوسع له في رزقه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون